اهلا بكم من جديد والبداية مع الشأن المحلي حيث أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن انتعاش القطاع السياحي على مستوى عدد الزوار والليالي السياحية ومؤشرات الأداء الفندقي وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 وأظهرت الإحصائيات السياحية مشاهدين أن عدد سياح القادمين إلى مملكة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5 ملايين و600 ألف زائر بزيادة نسبتها 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016 هذا وقد تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي خلال النصف الأول 631 مليون دينار بمتوسط إنفاق 77 دينارا لليوم الواحد لكل زائر وقد تركزت أغراض زيارة السياح للبحرين على الترفيه والعطلات بنسبة 57% تلاها التسوق بنسبة 22% بما جاءت زيارة الأهل والأصدقاء ثالثا وحلت الأعمال والمؤتمرات رابعا من حيث عدد الزائرين جسر المالك فهد استطاع أن يزيد عدد السواح إلى تقريبا 5 مليون ساعح بزيادة 13% وأيضا المهم أن نشير إليه هنا مطار البحرين الدولي كان هناك أيضا نمو في عدد المسافرين الدوليين اللي أقاموا ليالي سياحية في مملكة البحرين بموء يقارب 23% اللي تقريبا هي 616 ألف زائر للمملكة وأيضا هناك نقلة نوعية في البواخر السياحية ازداد عدد السواح البواخر السياحية بما يغارب 44% وهذه طبعا جهود إدارة تسويق الترويج في حيئة البحرين السياحة والمعارض نظمت نجنة قطاع الصالونات في غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء تشاوريا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيت التجار لبحث أبرز تحديات قطاع الصالونات النسائية في المملكة وقد صرحت رئيسة لجنة قطاع الصالونات في غرفة تجارة وصناعة البحرين خول أبو حجي أن عدد الصالونات النسائية المرخصة في المملكة يصل حاليا إلى 1400 صالون نسائي يقبلها أعداد مضاعفة من العاملين بنشاط الصالونات في المنازل دون ترخيص أو سجل تجاري فيما أكد الوكيل المساعد لتجارة المحلية في وزارة صناعة وتجارة والسياحة حميد الحمى أن العمل بأنشطة الصالونات النسائية في المنازل ليس من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها من خلال المنزل المنتج أبرد المشاكل عندنا في الأول الأخيرة هي ارتفاع الرسوم السجل التجاري والعمل من داخل المنازل هو من زمان عندنا مشكلة لأننا ندفع رسوم حق وزارة تجارة كسجل تجاري وندفع حق المرئي وندفع حق القوسي كتأمينات وغير أننا علينا رواتب وعلينا إجارات وعلينا ويد التزامات واللي في المنازل ما يرسون يدفعون أي حاجة فنحن يرسون نسأل الوزارات الثانية وياها وزارة تجارة اليوم شنو رأيهم في هاي الموضوع والمشاهدين نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم وكما هو الحال في أغلب تدولات هذا الأسبوع شهدت الإغلاقات تباين بين صعود ونزول نبدأ من السوق المالية السعودية التي أغلقت في المنطقة الحمراء بنزول نسبته 14 النقطة المئوية عند مستوى 7080 نقطة وتصدر لانخفاض مؤشر الإعلام وأيضا النمو ننتقل إلى بورصة الكويت التي أغلقت أيضا في المنطقة الحمراء بنزول نسبته 0.27% عند مستوى 6823 نقطة وذلك عاد لضعف تدول على الأسهم المدرجة في قطاع التأمين والتكنولوجيا وأيضا الاتصالات نتحول إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي أغلق بخلاف الأغلاقات السابقة في المنطقة الخضراء بصعود مرتفع نسبته أكثر من نقطة مئوية عند مستوى 4608 نقاط وذلك لقوة التدول على أسهم قطاعي البنوك وأيضا الاستثمار وبالمقابل سجل سوق دبي المالي أيضا ارتفاعا بالنسبة 13 النقطة المئوية عند مستوى 3660 نقطة ويعود سبب الارتفاع لقوة التدول على مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية والسلاع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا أيضا بنسبة نصف نقطة مئوية عند مستوى 5074 نقطة وذلك لقوة الأداء المالي لقوة القطاع المالي عفوا أما بنسبة برصة البحراء المشاهدين فقد ارتفع المؤشر أو انخفض المؤشر بنسبة 0.14% عند مستوى 1326 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عاد لانخفاض مؤشر البنوكة التجارية والاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.460.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 481.000 دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 53% من قيمة الإجمالية للأسهم هذا وتوقع محللون أن يواصل المستثمرون بأسواق الخليج العربي زيادة مراكزهم بالأسهم البنكية والعقارية بالتزامن مع ارتفاعات الأسواق العالمية ووصول النفط لمستويات جيدة وقالوا أن تبين أداء أسواق المنطقة في التدولات السابقة مع ارتفاع بورستي السعودية ودبي دفع بالمستثمرين إلى شراء أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة مؤكدين في الوقت ذاته تحرك الأسواق بشكل مائل للصعود مع استمرار عمليات المضاربة على بعض الأسهم في ظل حادة الترقب لمزيد من نتائج الشركات